وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرية الزراعة والموارد المائية والرية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين ووجه الرئيس كذلك بمواصلة استخدام نظم الراية الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقع الزراعية لمصر بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتقليل لفجوة الاستيراد فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصنعية جديدة تصم في استيعاب الزيادة السكانية وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل المواطنين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرئي الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية ترجمة نانسي قنقر